في المقابل أكدت الصحة تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة في بغداد والمحافظات ليبلغ المجموع الكلي لحالات الشفاء 105 حالات مبينة أن الالتزام بالارشادات الصحية ضروري جدا للحد من انتشار الوباء وعوضحت الوزارة أن المناطق الشعبية وبالأخص في جانب الرصافة غير ملتزمة بالتعليمات الوقائية وأن تجمعات هي أكبر ناشر للوباء وأن نتائج الإصابات الناجمة بعد زيارة الرجبية ستتضح خلال الأيام العشرة المقبلة